أهلا بكم معنا حلقة جديدة لقاء بيتجدد كل يوم مع حضرتكم هنا مسبيرو هنبدأ النهاردة بفقرتنا الإخبارية كالمعتاد وبعدها هيكون في لقاء لزميل تي شيرين الشايب حول اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع إحدى الشركات العالمية اللي استعراض بعض ملامح مشروع هام جدا مشروع إنتاج الأمونيا الخضرة في خليج السويس والحقيقة أن هذا المشروع اللي هنتكلم عنه النهاردة وثيق الصلة ببعض أخبارنا اللي هنستعرضها مع حضرتكم في فقرتنا الإخبارية وأيضا كل هذه الأخبار هيكون لها صلة بكوب 28 الموجود الوقت وبيقام في دبي وإحنا عارفين أن احنا استضافنا طبعا السنة اللي فاتت كوب 27 في شرم الشيخ وأخبارنا هيكون لها علاقة كبيرة بمحاولات وتحديات الدول للحد من الانبعاثات الحرارية خلونا نشوف عنوين الأخبار ونرجع نستعرض أخبار نبدأ مع أول أخبارنا من وزارة البترول هنروح للمهانستر الملة وزير البترول والثروة المعدنية اللي شارك النهاردة في جلسة تحت عنوان تسريع وتيرة خفض انبعاثات الميثان في قطاع البترول والغاز في إطار التعهد العالمي للميثان الحقيقة ده خبر بيعتبر من أخبار قمة المناخ وتعهدات قمة المناخ اللي احنا استضافناها في السنة اللي فاتت كوب 27 ده كان النهاردة بحضور وزير المناجي منطقة البرازيلي وأيضا وزير الموارد البترولية النيجيري وكان فيه عدد كبير طبعا من المسؤولين في مجال الطاقة والحقيقة ده ضمن فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ هي دلوقتي في دورتها الحالية في دبي منعقدة في دبي والحقيقة أنه الحد من انبعاثات غاز الميثان بيعد واحد من أسرع الطرق لتقليل ظاهرة الاحتباس الحراري اللي بيعاني منها العالم كله والوزير لفت إلى انضمام مصر لمواجهة البنك الدولي لحد من الحرق الروتيني بحلول عام 2030 كل ده بيعتبر من تحديات العالم كله للحد من الانبعاثات الحرارية ومن تحدياتنا إحنا كمان كدولة واللي تعهدنا بها في ميثاق أو تعهد للميثان السنة اللي فاتت في قمة المناخ اللي استضافناها في شرم الشيخ وتم تنفيذ حوالي 30 مشروع لاستعادة انبعاثات لاستعادة غاز الشعلة واللي أسهمت في تحقيق وفر سنوي كبير جدا يصل حوالي 200 مليون دولار حسب الأرقام المقدمة من وزارة البترول وخفض الانبعاثات بمقدر واحد بمقدار 1.4 مليون طن مكافئ من تاني أكسيد الكربون وأشار كمان أن انضمام مصر للتعهد لعلامي الغاز الميثان في مجال البترول والغاز كان في يونيو 2022 ومصر قامت بتحديث المساهمات المحددة وطنيا واللي بتعد هدف ضمن أهداف انخفاض لإنبعاثات الحرارية والغازات الدفينة في قطاع البترول والغاز فاصل وهنرجع تاني نواصل أخبار رجعنا تاني نكمل كلامنا عن الطاقة الخضراء وهنروح من وزارة البترول لبيان صادر عن المنطقة الاقتصادية القناة السويس وهو الحقيقة في ذات السياق لأنه على هامش مشاركته في فعاليات كوب 28 في دبي الآن رئيس اقتصادية قناة السويس ويوقع اتفاقية تعاون هامة جدا لإقامة مجمع صناعة التكنولوجيا الطاقة الخضراء والمشروع ده هيكون باستثمارات كبيرة جدا خمسين مليون دولار وأعلن أو أصرح في بيان رئيس اقتصادية قناة السويس أنه شاهد عقد تخصيص أرض صناعية لمجمع صناعات مغدية للصناعات الزراعية أو المغذيات الزراعية وصرح أن إنشاء منطقة صناعية حديثة للتكنولوجيا يتصق مع جهودنا في ملف الاقتصاد الأخضر وفي نفس السياق ده نقدر نقول أنه مصر الحقيقة حاولت أنها تنشئ مناطق صناعية كتير حديثة للتكنولوجيا النظيفة بيتصق مع جهود المنطقة بأكملها للحد من الانبعاثات الحرارية وفي ملف الاقتصاد الأخضر كمان لنا جهود كتير جدا اللي عرضناها السنة اللي فاتت أثناء استضافتنا لقمة المناخ كوب 27 وده يتفق تماما مع رؤية مصر في ملف الطاقة بيحقق واحدة من أهم الحقيقة القطاعات الصناعية الموجودة في مصر حاليا والمستهدفة أيضا لدى المنطقة الصناعية لقناة السويس أو المنطقة الاقتصادية هناك شاهد أيضا رئيس الاقتصادية القناة السويس عدد من التوقعات في إطار حضوره لقمة المناخ في دبي هذه التوقعات أولها توقيع اتفاق مشروع توليد كهرباء مولدة من مصادر الطاقة الشمسية مولدة من مصادر الطاقة الشمسية بقدرة 7 ميجا لصالح شركة إحدى الشركات العالمية الكبيرة وتسند إليها بمقتضى شركة كبيرة أيضا محطات الطاقة الشمسية الفوتو فولوتية بمصنعها لتحالف شركات وإنجازات كبيرة جدا كل أخبارنا أو معظمها زي ما قلنا متعلقة جدا بهذه الصناعات الصديقة للبيئة هنروح كمان لخبر تاني بس بعد الفاصل هنتكلم فيه في ذات السياق برضو ولكن عن المشاريع الزراعية إزاي أيضا بتخدم هذه المشروعات الطاقة النظيفة من خلال المشروعات الزراعية بس بعد الفاصل وهنروح لوزارة الموارد المائية والري دكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أشار في بيان إلى أن التحديات المائية بتنفيذ مشروعات كبيرة نحن بنواجهها بتنفيذ مشروعات كبيرة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي الحقيقة أنه استصلاح مساحات جديدة زراعية من الأراضي الزراعية اعتمادا على مياه الصرف الزراعي كان هدف لنا مهم جدا في ظل محدودية الموارد المائية اللي بتستخدم فيه الرأي ومع كمان تعظم المشروعات الزراعية اللي احنا شغالين عليها الحقيقة بجهد كبير جدا من الدولة مياه الصرف الصحي عفوا مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة في هذا المجال وتعظيم العائد من المياه المستخدمة في إنتاج الزراعي ومن ثم في إنتاج الغذاء إقامة مجتمعات زراعية جديدة متكملة وده اللي احنا بنقوم بفعلا في ظل مشاريعنا الكبيرة جدا لاستصلاح الأراضي هتوفر مش بس الغذاء ولكن هتوفر فرص العمل هتوفر القدرة التنفسية لمنتجاتنا الزراعية سواء أنها تغطي الإنتاج المحلي غطي الأسواق المحلية أو ينافس أيضا يبقى له القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية أيضا خلال هذا الاجتماع استعرض وزير الموارد المائية والرأي الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي المعالجة لمحطة الحمام بطاقة 7.5 مليون متر مربع كل يوم طبعا دي يعني عدد مترات مربع من المياه كبير جدا كافي لتخطيط عدد من المشاريع المقامة الآن في الحمام وهناك في عدد كبير قوي من المشاريع الزراعية اللي بتشرف عليها الدولة وأراضي توزعت على عدد كبير من أصحاب المشاريع الزراعية والاستثمارات الزراعية هناك وصلت نسبة تنفيذ المشروع هناك لـ واحد وستين في المية وده رقم طبعا كبير جدا نقدر نقول في استيقظة أن الدولة المصرية بتبزل جهود كبيرة الحقيقة المواجهة التحديات المائية النتجة عن محدودية الموارد المائية الموجودة عندنا دلوقتي والتأثيرات السلبية أيضا للتغيرات المناخية لأن محدودية المياه دي نتجة عن التغيرات المناخية اللي بيتعرض لها العالم كله وهذه التحديات بقى احنا بنواجهها زي ما قلنا من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ هذه المشروعات وأيضا التوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي مواجهة التصحر عمل مشروعات زي بحر البقر مشروع الحمام مشاريع كتيرة جدا على طريق السحل الشمالي مطروح بنشوفها وإحنا ماشينا على الطريق الحقيقة وداخل منطقة العالمين ومدينة الحمام مدينة العالمين والعالمين الجديدة والمحسامة وضح كمان وزير الموارد المائية والري إن المشروعات دي بتهدف الاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية كمثال زي ما ذكرنا كل هذه المشاريع في الشمال والشمال الغربي طبعا ده مثال الإدارة الرشيدة وتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعي اللي كانت بتروحها باء عملنا مشروع كبير جدا لطبطين الطرع وغيره من المشاريع اللي بتخدم إنتاج وإنجاز هذه المشاريع الزراعية على امتداد الوادي مئات الألاف من الأفدنة من خلال هذه المشاريع إن شاء الله نجني ثمارها في القريب العاجل فاصل ونرجع نوصل لأخبار الحقيقة هي فعلا حكاية وطن هذا الوطن اللي بيحتفل هذه الأيام باستحقاق دستوري هام وفعالية من فعاليات الديمقراطية اللي سعى إليها هذا الوطن بكل الجهد وقدم فداء ذلك من المال والروح والجهد الكبير بنحتفل بهذه الفعالية للديمقراطية وهذا الاستحقاق الدستوري لانتخابات الرئاسية اللي احنا دلوقتي على اعتاب بداية خطواتها أو دور المواطن فيها الحقيقة أنه كمان احنا على اعتاب احتفالات تانية لهذا الوطن وهي رأس السنة الميلادية وبداية عام جديد موفق بإذن الله من النجاح والجهد الوطني المخلص لكل أبناء هذا الوطن ولكن في إطار احتفالاتنا أقباطا ومسلمين بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية كان في مفاجأة جميلة جدا من وزارة الأثار أنها أعلنت عن عرض ثلاث قطع أثارية خلال شهر ديسمبر في متحف أثار كوم قشيم بالفيوم أعلنت إدارة متحف أثار كوم قشيم في الفيوم عن عرض ثلاث أيقونات أثارية وده خبر جميل جدا مش بس الإخواننا للأقباط ولكن للمسلمين كمان لأنه ده جزء هام جدا من تاريخنا الفترة القبطية أو التاريخ القبطي للمصريين من فترة والتانية بيعلن عن أثار جديدة القطعة الأولى هي اللوحة الجميلة لحضراتكم شايفينها بتمثل أيقونة القديس يحن فم الذهب وصور وهو بيشير بعلامة البركة بإيده اليمنى حاملا في يده اليسر الكتاب المقدس بتعود ما بين القرن الثمانتاشر والتسعتاشر يعني أديمة جدا مصنوعة من الخشب كعادة معظم الأيقونات أنها كانت بتصنع في هذا التوقيت الخشبية أو طبعا على الجدران والمقارنصات أو بالموزايكو القطعة التانية أيقونة بتمثل القديس استفانوس وهو ضمن الرسل للسيد المسيح صوره حاملا في يده اليوم ناس سلسلة فيها مبخرة بينما يحمل في يده اليسر الإنجيل أو مبخرة مربعة الشكل وتم اكتشافها في القرن التاسع عشر أيضا الصورة لحضرتكم بتشوفوها للقديس استفانوس أيضا في صورة تالتة أو يعني أيقونا تالتة التي ستعرض أيضا في مدحف كوم وشيم وهي بتمثل يوسف النجار بيحمل الطفل يسوع المسيح وتم اكتشافها في كنيسة العدرة مريم الديمشيرية سنة 1754 ميلادية وهي أيضا مصنوعة من الخشب لو إحنا عايزين نتكلم كمان أنه على مدحف كوم وشيم الحقيقة المدحف ده مدحف قديم جدا أول افتتاح ليه كان سنة 74 وكان حدث هام جدا لأنه كان أول مدحف بيضم مجموعة كبيرة من الأثار القبطية الهامة والأثار اليونانية والرومانية أيضا وكان في مدينة كرانيس المدينة بتسخر الحقيقة بعدد كبير جدا من هذه الأثار وبعد افتتاح الأول سنة 74 أعيد تاني تطويره وافتتح عام 93 لأنه تم زيادة مساحته نظرا لعدد القطع الأثارية الكبير اللي كان محتاج هذا المدحف أنه يقدم عرض لها وأضيف ليه دور علوي أو ألحق به دور علوي وتم أعادة افتتاح مدحف كوم 20 مرة تانية للزائرين في نوفمبر سنة 2016 بعد أعادة تطويره النهاردة هذا المدحف بيعلن عن هذه القطع الأثارية التلاتة أو هذه الأيقونات التاريخية الرائعة في حالة سليمة جدا من الألوان والنقوشات لتلاتة من الأسماء الهامة جدا في التاريخ القبطي ويمكن دات زمن بشكل لطيف ويمكن الميلاد المجيد ومع رأس السنة الميلادية الجديدة التي سنحتفل بها في مصر كلنا أقباط ومسلمين كل سنة وكل إخوات وطننا الأقباط بخير أشقاء وطننا الحقيقة نقدم لهم تهاني ونقول لهم كل سنة وانتوا طيبين وعام ميلادي جديد وكل سنة وانتوا طيبين في عيد الميلاد المجيد الحقيقة كده تشيرين الشايب هيكون فيه زيافتها للحديث عن تصريح النهاردة دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن المشروع الكبير بشراكة مع إحدى الشركات العالمية لإنتاج الأمونيا الخضراء بخليج السويس وده يتصق تماما مع سياق أخبارنا النهاردة عن الاحتباس الحراري والتحديات اللي بنواجهها في سبيل إنتاج الطاقة الخضراء هيكون في ديافتها للحديث عن هذا الموضوع الكيميائي محمد أحمد الرفاعي وبعد فاصل قصير انتظروه